طبعا سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه سيد الخوئي في هذا المجال هو عبارته جيدا انا فقط اقرأ العبارة ما علق عزيزي البيان من يجي الى روايات التحريف يقول ومما ذكرناه قد تبين للقائر القائر القارئ ان حديث تحريف القرآن حديث خرافة عجيب على اي اساس حديث خرافة يعني العلام المجلسي والمحدث النوري معتقدين بشنو ها يعني شنو هم هم مخرفين مولا اللي يعتقد بالخرافة يمكن عنده عقله وما عنده عقل مولا ها وميصرح بس ما يجيب اسمه لكن يصرح يقول لا يقول به الا من ضعف عقله يعني شنو عاقله سؤال سؤال التفتولي سيدنا على اي اساس تقول ميتي الرواية يقول والله لا تجي الفين رواية عندي مرجع في هاي المسألة مرجعية شنو اخرى ما هي المرجعية انا نحن نزلنا ما هي المرجعية ان هذا الكتاب الوحيد هو اعجاز رسول الله فاذا هذا سقط عن الاعتبار بعد يبقى عندنا شيء او لا يبقى وهكذا هي يعددون الادلة مولا خلص لو ادلة عقلية لو ادلة كلامية لو ادلة قرآنية حتى يسقطوا هذا الذي انا اقوله يقول الا من ضعف عقله ومن لم يتأمل الى اخره هس بالاخير هماتي عندي عباراته هاي نابي امولانا بعد انتو ارجعوا لها في صفحة ميتين وتسعة وخمسين من كتاب البيان واختموا كلامي اعزائي بماذا